خلصنا المرحلة الثانوية وحصلنا على الشهادة والف مبروك أو رح نحصل عليها في شهر 6 و 7 يونيو و يوليو 2024 وانا هون عم حكي عن طلاب الثاني عشر تخلص هاي المرحلة وبعدها كل الطلاب وبشكل مفاجئ يبلش وينافسوا بعض الحصول على مقعد دراسة وقبول جامعي في احدى الجامعات الدولية الراقي والمعترف بها عالميا ليش عم شارك معاكم هاي المعلومات لانه من المميز جدا انه انت كطالب تفكر بشكل مسبق وانا هون عم احكي عن السنة التحضيرية من مركز الخوارزمي الاكاديمي اللي هي فترة زمنية تبدأ الان وبتخلل كورسات وتدريبات وامتحانات وشهادات بتحصل عليها لحتى تأمن لك مقعد دراسة في الجامعات الحكومية التركية السنة التحضيرية من مركز الخوارزمي الاكاديمي مميزة جدا السبب الاول انه ممكن تكون حضورة في مركزنا في اسطنبول سنيورت او ممكن تكون اونلاين عبر المنصة التفاعلية الخاصة بالمركز من خلال السنة التحضيرية الطالب راح يدرس اليوس اللي هو امتحان قبول الطلاب الاجانب في الجامعات التركية ورح يدرس ايضا التومر اللغة التركية ويحصل على شهادة معترف بها من الجامعات التركية بشكل رسمي طبعا السنة التحضيرية من مركز الخوارزمي تتضمن العديد من الميزات على سبيل المثال انت كطالب او كطالب راح تشارك في هذه السنة التحضيرية فرح نتواصل مع بعض بشكل مسبق لحتى نجهز كل الامور لاستخبالك من المطار وتأمين السكن لو حبيت بشكل مسبق او نمشي مع خطوة بخطوة لحتى انك تحصل على هذا السكن المناسب ويلي راح يكون قريب من المركز وقريب من الجامعة طبعا الميزات تشمل التأمين الصحي راح نساعدك بالتأديم على الاقامة سواء ان هي اقامة سياحية او اقامة طلابية بعدها ان شاء الله بعد ما نمشي بالكورسات راح نسرجع الامتحانات مع بعض ونختر لك افضل الجامعات ونقدم عليها ونكون معك خطوة بخطوة لحتى ان شاء الله في النهاية تحقق حلمك وتحصل على مقعد دراسة في جامعة حكومي لها ترتيب عالمي ومعترف بها دوليا المركز الخوارزم الاكاديمي يعتبر واحد من اقدم المراكز التعليمية في اسطنبول تأسس عام 2014 ومرخص من وزارة التربية التركية ممكن تتواصلوا معنا مباشرة عبر الواتساب راح نطلكم الرابط في الديسكريبشن او عن طريق الفيسبوك او الانستجرام وبالتوفيق ان شاء الله